عزيزي الطالب وبعد أن وقفنا على بعض البلدان التي تعنا بالمخطوطات حطت بنا رحالنا إلى المملكة العربية السعودية وبها خزانة كتب الحرم المكي بمكة المكرمة وأيضا مكتبة مكة المكرمة وهي موضع البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مكتبة الحرم النبوي بالمدينة المنورة على صاحبها أزكى السلام أيضا مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة وكذلك المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة وأيضا دار الكتب الوطنية في الرياض وكذلك مكتبة الأديب ماجد كردي بمكة المكرمة أما العراق وهي بلد الثقافة قديما وحديثة فبها دار الكتب العمومية في بغداد وأيضا المكتبة العامة في بغداد ومكتبة الأوقاف العامة ببغداد كذلك وهذه المكتبة ضمت بقايا خزاء مساجد بغداد أيضا مكتبة غازي في الموصل وأما فلسطين فبها مكتبة المسجد الأقصى بالقدس الشريف وكذلك المكتبة الخالدية بالقدس كذلك ومن بين البلاد لبنان وبها المكتبة الوطنية في بيروت وكذلك مكتبة الجامع الكبير المنصور بترابلس أيضا مكتبة الجامع الكبير في صيدة وأما مصر وهي بلد الثقافة قديما وحديثا وفي مقدمتها دار الكتب المصرية بالقاهرة وأيضا مكتبة الأزهر في أشهر المكتبات وفي مقدمتها عالمية وكذلك المكتبة العامة لبلدية الإسكندرية ويأتي في نهاية حديث عن المخطوطات ومراكزها في العالم العربي نذكر المغرب العربي ومن بين مكتباتها المكتبة العامة في الرباط وكذلك مكتبة جامع القرويين في مدينة فاس وأيضا خزانة الجامع الكبير في طنجة وإذا كانت هذه نبزة صغيرة وإطلالة سريعة على بعض مراكز ومكتبات المخطوطات في عالمنا الإسلامي فماذا عن مراكز ومكتبات المخطوطات في العالم الغربي أوروبا وأمريكا ذاك ما ستحمله الشرائح التالية ترجمة نانسي قنقر